من سورة الكهف أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المدلين عدودا ويوم يقول ناد سركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيب لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فضنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا عجاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومندرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحنوا به الحق واتخذوا آياتي واتخذوا آياتي وما أندروا هزوها ومن أضلم ممن ذكر بآيات ربه فأعبد عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبه أكنة أن يفقهوه وفي آدانه وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ضو الرحمة لو يؤاخدهم بما كسبوا لا عجلنهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرية أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرحوا حتى أبلغ مجمع البحرين أو أرضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر صربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفر هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما عن سانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد علي أطارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن علما قال له موسى هل أتبعك علي أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحت به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصلك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقه قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخدني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسلا فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلحت من لدني عدرا فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعمها أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقدى فأقامه وأما الغلام فكان أبواهم مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهم ربهم خيرا منه زكاة وأقربوا رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج تنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمر ذلك تأويل من لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتل عليكم منه ذكرا إن مكنا له في الأرض واتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذبا وإما أن تتحد فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فيه جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبعا سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهم قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا علي أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه رب خير فأهلين بقوة أجعل بينكم وبينهم ربما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتني أفرغ عليه قطرا فما استطاع أن يظهروه وما استطاع له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله تكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنمى يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكره وكانوا لا يستطعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذ عباد من دوني أولياء إن اعتدنا جهنمى للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آيات ورسل هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فإن يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم